بسم الله الرحمن الرحيم المصارعة وريطة المصارعة وجائزة ولا مش جائزة والنبي عليه الصلاة والسلام عملها ولا ما عملهاش آه مصارعة النبي عليه الصلاة والسلام لركانة ده قصة مشهورة موجودة في كتب السنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يروا بعض الصحابة كان بالبطحاء يعني في صحراء مكة كده أو مكان مفتوح واسع فأتى عليه ركانة ابن يزيد وفي رؤية تقول لك يزيد ابن ركانة المشهور انه ركانة وبعدين ركانة كان معروف انه هو حد في المصارعة كده اللي هو يعني يأتي بأحد على الارض دون إيذاء ودون ضرب ودون يعني أي نتائج سلبية او آثار جانبية فس انه هو يجيبه الارض كده كانت معروفة المصارعة وكان في سوق عكاظ الذي كان يقام كل عام كان في مكان كده لهذه المصارعة كان من ضمن المشهورين فيها سيدنا عمر بن الخطاب وركانة بن يزيد ولك ما صارعة أحدا إلا صارعة ركانة محدش غلبه أبدا في المصارعة دي ركانة بن يزيد إلا مين ها سيدنا النبي هو اللي صارع صلى الله عليه وسلم فيأتي ركانة وكان مكانش مسلم وهين بقى النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الفطنة والذكاء والحكمة في أنه كل واحد يدخله كده من دخل حتى يسلم هذا أو ربما انت شايف قوتك وانت لو انت غلبنك هتسلم هو ده الطريق طب تعال كان قويا صلى الله عليه وسلم فقال ركانة يا محمد هل لك أن تصارعني ايه رايك تخش معي حلبة المصارعة هل لك أن تصارعني فالنبي عليه الصلاة والسلام وكان ركانة معه أعنس أعنس يعني معه شوية غنم كده سالح بيها فبيقول لي سيدنا النبي هل لك أن تصارعني قال ما تسبقني هتديني إيه يعني لو غلبتك يعني قال أعطيك شاتا من غنم قال هيا فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي غلب المرة الأودانية فركانة طبعا ما ينفعش كده هل لك في العود يلا تاني بما تسبقني أو ما تسبقني هتديني إيه قال له واحدة أخرى فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه ركانة مش همدان ما هو محدش غلبه قبل كده إزاي محمد يغلبني مش حسكت المرة التالتة هل لك في العود ترجع تالت مرة ماذا تفعل قال قولك مرة في مرة كادت غنمه أن تنفذ من كثرة من غلبة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة يا جماع الرياضة يا جماع القوة يا جماع البسالة يا جماع بساطة الجسم طالوت لما عين ملكا على بني إسرائيل هو ربنا سبحانه وتعالى ألنا العلة إيه إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صحة حلوة دايما نقول إن الإمام التلمذي في الكتاب الشمائل كان لما بيصف النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وكان صدره وبطنه سواء يعني سيدك ما كانش لكش صلى الله عليه وسلم دون نقطة مهمة أو فالرياضة وممارسة الرياضة ومصرعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة وغلبت النبي صلى الله عليه وسلم على ركانة كانت سببا في إسلام ركانة مرة اثنين ثلاثة اربعة يغلبوا فيأخذ واللي غنم اللي معاه فقال ركانة والله ما صرعني ولا وضع أحد جنبي على الأرض أحدا قبلك وكانت سببا في إسلامه فأسلم ركانة من حينها دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ورد عليه غنمه لا أعلم شكرا عشان عايز غنم ولا حاجة لا ورد عليه غنمه هكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجيد أن يدخل لكل واحد بأسلوبه وبطريقته وبما يناسبه صلى الله عليه وسلم المصرعة قال أنك أت معروفة قبل الإسلام وأقرها الإسلام وده من نهاية ما فهاش إيذا وده من نهاية ما فهاش آثار جانبية وده من نهاية ما فهاش ضرب واجهه ولا يعني أي عمل يؤذي الإنسان لأن أي رياضات مؤذية تجنبها وأنت منهي عنها وبعدين كان في رياضات تانية كانت تمارس زي السباحة هو النبي آه النبي تعلم السباحة الباحة في فضل السباحة للإمام السيوت يقول لك سيدنا النبي تعلم السباحة لما راح عند إخواله وعنده ست سنين صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر كان يسابق عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في أنه هو من الذي يمكث في الماء أكثر السباحة اللي هو النفس الطويل ده أمر مهم أوي يبقى ده رياضة رياضة مهمة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل هذا كلام عن سيدنا عمر يبقى السباحة والمصارعة والرمي لما النبي عليه صلى الله عليه وسلم مر على قوم يرمون بالنبل فقال ارموا بني إسماعيل ارموا بني إسماعيل إذا هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه تصريح بجواز ممارسة هذه الرياضة في رياضة تانية كلمنا عن المصارعة كلمنا عن الرمي كلمنا عن السباحة الجري أو المسابقة ودي عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم مع السيدة عائشة في سفر من الأصفار وقال للصحابة تقدموا فتقدموا فقال هل لك أنتوا سابقين تقولوا فسابقته فسابقته يلا نبدأ سباء يلا واحد اثنين ثلاثة وبدأ وما كانش فيه ساعة تجو يعني نبدأ بدأ فسابقته فسابقته قول بعد فترة بعد أن حملت اللحم طلب مني أن أسابقه فسابقته فسبقني وما يديتش المرة التانية أن أنا أسبأه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم إليها هذه بتلك يعني أنت سبقتين المرة الأولى وأنا سبقتك المرة دي وحدة بوحدة كل هذه رياضات تمارس ومن حقك أن تمارسها ومن حقك أن تلعب رياضات وأن تمارس تمرينات كل هذا حتى تحافظ على جسمك لأن من أوائل ما تسأل عنه في يوم القيامة عن صحتك ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد ربنا حيسألك ولذلك النبي قال لك اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك صحتك قبل سقمك حياتك قبل موتك اللي ناخده من قصة ركانة أن النبي عليه الصلاة والسلام صارعه وأقر هذه الرياضة صلى الله عليه وسلم وكانت سببا في أن يدخل ركانة الإسلام أشوفكم على خير السلام الله عليكم ورحمته وبركاته